دي مصنوعة من حجر في الجبل فعليها شكل تنين وفيها أشكال تانية وفيه بتبقى سيدة يعني على حسب فالحبر الكوري زي ما عندنا مثلا في الحبر الخط العربي بتكون من استمغ العربي زي ايد الفحم عندهم الحبر الكوري بيكون عبارة عن زي حاجة جمدة كده حاجة شبه كده مش دي فبتحط عليها مية وتفضل تفضل تعمل كده كده لحد ما تعمل الحبر فده عشان يمشي مع الحجر فنفترض ان حجرة انت ممكن تقرب ترسم دلوقتي لازم الفرشة تبقى عمودية كده ولازم الشخص انا لو انا حرسم كده شوية سنة على الشمال عشان قادر اتحكم في الكتابة فمسلا ايه عشان تكتب كوري عشان او عشان اكتب اي كلمة كوري فلو نفترض مثلا انا حطيت دلوقتي كده مثلا نقطة مثلا نفترض ان انا كده لازم الفرشة لما احطها ماسيبهاش واطلع لأ كده وارجع بيها وانا هنزل مثلا من تحت كده واطلع لفوق فدي طريقه لازم الوقتي لما هو مع فرش اه طبعا تعالي هتعمل خط كده بالعرض تبدأ من كده وترجع وتعمل خط تانية بالطول من تحت كده وترجع جرب كده واحد بالعرض بس ايديك تبقى وقفها ايوة ايوة وتلقى جيشمال او تجيشمال شوية شوتي بقى صح كده وتزوقها شوية وترجع واسلشي ايديك وبالطول بقى من تحت كده بطول كده اه بس برضو خلي ايديك قفضتها قوية كده اه من تحت وننزل اوكي تحت وبجي نقطلع وكده انزل ديني مش قوي كده يدوبك حتة صغيرة بس ايش يدوبك حتة صغيرة وبعدين انزل وبعدين ارجع اوكي بس يعني ييجي مني او طبعا طبعا فنان طبعا حلو جدا اتفضل طب احنا تعالي نشوف منتج يعني لانه كده كده لسه بيني وبينك قاعدة بقى تعلميني ايه ميش هم بالكوري ماشي اه والابجدية بالكوري ماشي نبدأ من اللوحة اللي هنين جديد نبدأ منين فين في هنا واحدة اللوحة هنا في الاول دي فين اللي هي دي اه ايوة صدنا يعني دي مثلا بتبقى زي عصفرتين خلاص ممكن تتهادى الاثنين متجوزين مكتوبين وهنا المكتوب عليها يعني ايه الزوج السعيد اخر تحدي عندنا في الحالة هو مش تحدي يعني احنا يعني خلاصة اليوم ده عاوزينك تطلعيه لينا في لوحة من ابداعك طيب طيب ايه رائك نيش يا ايه وانا وانا فكرة هديك الورقة ورقة القرز اللي حقيقة بتغسيمي عليها نيش وهسيبك عشان ما اثرش عليك عشان اعايف ان لحظة الابداع بتحتاج انه حضرتك اه تكوني لوحدك صح كده بس انا هرسيب لك اهو الدنيا هزبط لك الدنيا انا هستشف من اللقاء يعني انه مش انت اول حجرة حاملها بالعرض بالعرض اه او اوكي انا هسيبك براحتك خالص ام وايه وهرجعلك بعد ميش ماشي ايه ده ختم الاسطور خلاص ختمنا ها؟ ده ختم اسمي بس اه اسطورة واشمعية دلوقتي والله جميلة والله اه 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 ايه اللي مكتوب عليها بالكوري مكتوب اه الجمال الدائم ام سوفيا ده اسمي بالكوري سوفيا يا سلام دي زهرة المهوة اللي هي بيروح اعتراها الى مدى بيت ام الله ام وده احساس داخلي عندك دلوقتي صح؟ او او بالضبط كده وده احن كل حاجة جواكي بتطلعيها بالرسمة بالرسمة صح جميل والأجمل هو اللوحة الجميلة شكرا انت سلام حلوة دي او سكا كده عشان بهدلش الدنيا اشتركوا في القناة